موسيقى مساء الخير زوار في الجولد تكون اهلا بكم تاني النهاردة بنتقابل بعد مطشة كومة اللي هو ما تلعبش فعليا يعني واللي راح الاستاد كان نادي الاهلي وطاقم التحكيم من لتوانيا اللي هم الحقيقة صعبانين عليها جدا وينزلوا ارض الملعب مع تشكيل الاهلي الاساسي اللي اكتفى بانه هو يعمل شوية تدريبات كده في الملعب علشان الجو كان برد وعلشان ما يحصلش اصابات ولا حاجة وبعد كده الحاكم بعد 20 ديه انهى المطش علشان يعلن فوز الاهلي ويعلن انسحاب الزمالك طيب تعالوا نناقش بقى الموقف دلوقتي عامل ازاي موقف دلوقتي ان الزمالك شايف ان هو مش منسحب النصر شار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال انا عملت اللي عليا وبعدت الفرقتي للاستاد بس ما وصلتش علشان كان فيه زحمة مرور بسبب الاحوال الجوية الاهلي في المقابل شايف ان الزمالك ما احترمش اللوائح ما احترمش القوانين والاهلي هو اللي احترم اللوائح واحترم القوانين رغم مشكلته مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكورة وراح المطش ونزل بالتشكيل الاساسي واستنى في الملعب مع طاقم التحكيم لحد ما الحكم صفر بنهاية المباراة واعلان الاهلي فايز واعلان انسحاب الزمالك طيب ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي اتحاد الكورة نزل بيان او يعني ما نقولش بيان وممكن نقول حاجة مقتضبة كده ان الزمالك ما رحش رمطش وان ده منظر هو يأسف ان هو يشوفه وانه تأكد من قواط الامن ان ما كانش فيه اي مشاكل وجهة الزمالك في طريقه للملعب وبالتالي الزمالك هو اللي اختار بنفسه عدم الذهاب لاستاذ الكاهر مش الزمالك حيعمل ايه في الموقف ده الزمالك من الواضح ان المستشار مرتضى منصور اللي اقسم وعرض حتى كمان انه هو يقدم استقالته ويعتزل للمحاماة لو الزمالك اتخصم منه نقط من الواضح ان الراجل عايز يقدم حاجة ليه علاقة بالاحوال الجوية او ليه علاقة بالازمة المرورية لوجهة الزمالك يعني مثلا اوتوبيس الزمالك اتعطل عليك بر اكتوبر صحيحة نفس الاوتوبيس هو هو وهو راجع نادي الزمالك متعطلش خالص ورجع ما شاء الله يعني اسد لحد ما وصل مقر نادي الزمالك هو هو نفس الاوتوبيس اللي كان متعطل على على كبر اكتوبر لكن دي مشكلة قبل الاوتوبيس نادي الزمالك ان الاوتوبيس اتعطل طيب كان فيه زحمة مرورية الاولاد الناشئين وهما 16 ناشئ كانوا في الاوتوبيس رايحين يلعبوا ضد الاهلي نزلوا وعدوا على كشك اشتروا حلويات ونزلوا على محطة بنزين ودخلوا الحمام حقهم الناس يعني من الواضح واللي انا شوفنا في الفيديوهات على السوشيل ميديا ان الاولاد الناشئين كان بقالهم ثلاث ساعات بيلفوا في الشوارع على حسب كلامهم يعني مع الناس اللي كانت متضايقة ان هما بقالهم ثلاث ساعات بيلفوا في الشوارع فالناس دي فعلا من حقها هنيع عايزة تدخل الحمام وبما ان كمان خدوهم من التدريب على الملعب على طول من حقهم ان هما يبقوا عايزين ياكلوا منطقي جدا يعني اي رياضي في الدنيا بعد ما بيخلص تمرين بيبقى محتاج ان هو ياكل طيب الموقف اللي اتحط فيه الناشئين والشباب ده انا هنا عايز اسأل مين المسؤول عنه يعني دلوقتي في اخناه اما بين رئيس نادي الزمالك واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكورى ده موقف موقف ملوش علاقة خالص بان الناشئين دول بيكونوا بيدربوا في النادي ما عندهمش اي علم او اختار ان هما حيلعبوا ماتش فيتقلهم تعالوا يا جماعة حتلعبوا ماتش في الدور الممتاز ومش اي ماتش ماتش ضد الاهلي ماتش القمة مصر كلها النهاردة هتتفرج عليكم والوطن العربي كله هيتفرج عليكم تعالوا يا جماعة يلا لعبوا الاولاد يتعشموا ويركبوا الوتوبيس ويروح الوتوبيس يعود يلف بيهم على حسب اللي انا شفناه في الفيديوهات ان الوتوبيس كان ماشي على سرعة اربعين طبعا حاجة جريبة جدا ان هو يخرج من ميت عقبة من قرر نادي الزمالك الساعة ستة باين ولا ستة اللاروبع علشان يلحق الماتش الساعة سبعة ونص ويمشي على سرعة اربعين وان الاوتوبيس يعطل على كبر اكتوبر مش فاهم ازاي يعني الاوتوبيس نادي الزمالك نادي الزمالك يعطل على كبر اكتوبر كمان من الواضح من الفيديوهات لان فيه فيديو اللي اخناق مع الشباب دول من الناس اللي في الشارع بيتخانقوا مع اللاعبين جلولوا منتو معطلنا ليه انتو معطلنا لان الامن من المفترض ان هو بيفض الطريق خالص للاوتوبيس وبيطلب من السيارات العربيات اللي ماشي في الشارع انها تركن على جنب والناس يستنوا لحد ما الاوتوبيس يعدي علشان يوصلوا باقصى سرعة للاستاد فطبعا الناس فضرت متعطلة كتير في الشارع والاوتوبيس بيعطل وبعد كده بيقف يشتري حلويات من الكوشكو وبعد كده يقف عند البنزينة فالناس تخنقت مع اللعيبة اللي تنزل من الاوتوبيس فاللعيبة بيردوا بقاسة بيقولولهم والله احنا بقلنا تلت ساعات بنلف في الشوارع يعني المنطقي جدا ان الناس دي تبقى عايزة تقضي حاجتها تبقى عايزة تشتري حاجاتها يعني منطقي يا جماعة فدي بقى يعني شوات اسئلة كاة بسألها معاكم ان مين المسؤول عن القرار ده ان الشباب والناشئين دول يتخدوا كام من التدريب يروح يتقلهم تعالوا يا جماعة هتلعبوا ضد الاهلي هتقعدوا تلفوا في الشوارع ايه ده تعالوا رجعوا للستاد او تعالوا رجعوا النادي يعني فمين مين اللي يجيب حق الاولاد دول مين يجيب حق الشباب والناشئين دول يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا بنطالب اللجنة الخماسية انها تشوف حل للمنظر السيء والمنظر الحقيقة الوحش جدا اللي ظهر في شاشات التلفزيون واللي بكرة الصبحة هتلاقوه في كل دول العالم بتنقله لانه اكيد اي اي جورنالة واي موقع عالمي حينقل الخبر ده لانه خبر كوميدي يعني زي ما احنا بنطالب عندنا اخبار الكوميدية اللي بتحصل براه الناس برضو كلها براه هتنقل الكلام على اساس ان هو خبر كوميدي كمة الدور المصري كمة الاكبر ناديين في افراقيا ما بتتلعبش بسبب ان نادي مرحش الستاد لانه قالت جو برضو معرفناش نوصل للملعب خبر كوميدي لازم يتنقل ده يعني لازم اي حد يكتبه فاحنا دلوقتي لما بنجي نقول ان اللجنة الخماسية لازم تاخد موقف ان اللجنة الخماسية لازم تشوف حل في موضوع الماضي اللي ما تلعبش لازم تاخد قرارات سريعة لحل الازمة وان هي تشوف ايه اللي ممكن يحصل علشان تتجند ده مستقبلا او اي مكان الكلام اللي بيتقال بس الشباب والناشئين دول اللي هم كانوا عادي جدا يتحرق النهاردة في مطش ضد الاهلي وتدمر مستقبلهم والشباب والناشئين دول من المفترض ان هم مستقبل القرى المصرية بقين عن ان هم مستقبل نادي الزمالك في منهم اللي حيلعب في منتخب مصر في منهم اللي قريدي بيلعب في منتخب مصر مين هيجيب لهم حقهم يعني مين المسؤول عن حقوق الناس دي ليه ليه يبقوا لعبة يعني ليه مثلا الموقف ده ما حصلش مع الفريق الاول هل مثلا لو ده كان حصل مع الفريق الاول كان وقتها اللعيبة بتاعة الفريق الاول هتعترض او هتصور وحتحس ان هي احنا بيتلاقي بنا الكورة وعمالين بنلف في الشوارع ثلاث ساعات فدول شباب وناشئين غلابة حراء مش حيتكلموا يعني مش فاهم الحقيقة يعني ليه ليه عملت الكامع الشباب والناشئين من انت كان ممكن تعمل كده مع الفريق الاول وما تروحش في الاخر اللي انت مروحتش في الاخر فالحقيقة ان هو موقف سيء جدا يعني بايدا بقى عن فكرة ان هو مروحش الملعب ان الزمالك مروحش الملعب والمنظر الوحش والرجل الحكم اللي صعبان عليا اللي جاي من لتوانيا وبالمناسبة يعني الحكم كان هو صاحب قرار تأجيل الماتش الساعة مش التحده الكورة لان الحكم وصل متأخر للملعب فكان هو صاحب قرار تأخيل الماتش الساعة في انتظار نادي الزمالك وفي انتظار حتى ان هو يجهز وينزل يبص الملعب ويتأكد من صلاحية الملعب لاستضافة المباراة فالرجل اللي جاي من لتوانيا ده صعبان عليا زي ما صعبان عليا الشباب والناشئين بتوع نادي الزمالك اللي الحقيقة يعني مش فاهم برضو ليه هم تحديدا يعني اللي يحصل فيهم الموقف ده يعني مفيش كور هنا يعني هنا مفيش كورة الناس دي من المفترض ان شغلتهم الاساسية او حياتهم هي لعب الكورة انت عملت معهم كل حاجة غير ان هم يلعبوا كورة وفعليا انت يعني انا مش عارف دلوقتي بصراحة يعني حنشوف هم حي الفترة الجاة ممكن يصرحوا ممكن يقولوا هم حاسوا بايه اعتقد ان هم سيبقوا ممنوعين ان هم يقولوا ده بس هو موقف الحقيقة سيئ جدا ولما هيروحوا بالليل بيوتهم هيبصوا يلاقوا ان السوشال ميديا كلها بتسف عليهم وهم ملهمش زنب يعني شباب صغير بتسف عليهم ان هو دخل الحمام ولا ان هو اشترى حاجة يكلها او ان هو كان راح يلعب الاهلي وهم الحقيقة اخر ناس ليهم علاقة بالموضوع ده يعني ولا هم كانوا اللي تخانقوا في ماتش السوبر ولا هم اللي اتحكم عليهم بعقوبات ولا هم اللي الزمالك بيحارب علشانهم ولا هم اللي اتحادوا الكورة شاغل بالوا بيهم هم اخر ناس هم الناس دي كانت بتتضرع بعادي قالوا لهم تعالوا جماعة تلعبوا ماتش الاهلي فهم اللي في الاخر خالص زي ما قلتلكم حيروحوا النهاردة يلقوا ان الفيسبوك وتويتر وانستجرام كله بيتكلم عليهم وكله بيسف عليهم فالحقيقة انا مش فاهم يعني كان ايه لازمت ان الناشئين والشباب يدخلوا في القصة دي وفي الاخر خالص يعني احنا كواب نتكلم قبل الماتش ان ماشي اوكي لو هم حيلعبوا الماتش بس دلوقتي ايه لازمت ان هم يدخلوا وفي الاخر خالص الماتش ما يتلعبش طبما كان ممكن ما تروحش الماتش من الاول من غير ما تدخل قصة الناشئين والشباب دي والحقيقة ان يمكن كابتن احمد حسام ميدو هو اللي كان عنده معلومة عن اللي هيحصل ده فعشان كده كنكاتب قبل الماتش على تويتر ان هو يتمنى ان من دلوقتي يعلنوا انسحاب الزمالك لان هو عنده معلومات باللي حيحصل وهو بيخشى على الشباب والناشئين فهو كان عايز ان المهزلة تخلص على قد كده لكن في النهاية المهزلة كملت خلاص قفلنا صفحة الماتش والاهلي قال ان هو مش هيتكلم عن الماتش لهو عن طريق ادارته ولا جهازه الاداري المتمثل في مدير الكورة ولا الجهاز الفني ولا اللاعبين هم قالوا خلاص مش هنتكلم عن الماتش ومركزين على ماتش سانده وانزفه خلاص الاهلي اعتبر ان القصة مش بتاعته الخلاف دلوقتي ما بين اتحاده الكورة والزمالك اتحاده الكورة من المفترض ان هو عن طريق لجنة الانضباط هيبدأ دراسة العقوبات الموقع على نادي الزمالك طيب العقوبات الموقع على نادي الزمالك الناس دلوقتي بتتكلم على ان الزمالك هتخصم منه 6 نقاط لا هتخصم منه 3 نقاط هي الحقيقة ولا ده ولا ده اللايحة نفسها اللايحة بتاعت الموسم ليحة الانضباط والاخلاق المنشورة على موقع اتحاده الكورة بتقول ان في 14 عقوبة محتمل على الزمالك قال لهم هي التوبيخ يعني ان هو يبعت زي العقوبة اللي كان خدها كابتن ساد عبدالحفيز مدير الكورة في الاهلي قبل كده نوع خطاب من اتحاده الكورة وخطاب من لجنة الانضباط بيوبخ فيه نادي الزمالك او بيحذره بسبب موقفه واقصاها هي الهبوط للدرجة الادنة لكن في عقوبات تانية عقوبات زي خصم نقاط بس محددش عدد النقاط اللي يخصمها في عقوبات ممكن توصل لدرجة الحرمان من التتويق بالدوري وانا اعتقد بصراحة ان النادي اللي يتصرف بالشكل ده او الزمالك بما انه يتصرف بالشكل ده فهو مش حاطت في دماغه التتويق بالدوري حتى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال مباروك للاهلي الدوري فالعقوبات اللي ممكن توقع لنادي الزمالك انا زي ما قلتلكم فيه 14 عقوبة محتملة دول دي اقل عقوبة فيهم وده اقصى عقوبة فيهم لكن من حق لجنة الانضباط ان يتوقع عقوبة او اتنين او تلاتة او اربعة الليحة محددتش ان يتم توقيع عدد معين من العقوبات يعني اللجنة لو عايزة توقع الـ 14 عقوبة كلهم تقدر توقع الـ 14 عقوبة كلهم طلبة من حق نادي الزمالك انه هو يتظلم لكن لحد ما ده ما يحصل فالموضوع مطروك تماما للجنة الانضباط هي اللي هتكرر ايه العقوبة الانسب على النادي الزمالك لكن الكلام دلوقتي يعني ان الزمالك هيتخصم منه كم نقطة تحديدا لا ده لحد دلوقتي مش واضح المؤكد لحد دلوقتي ان الزمالك خسر التلات نقط بتوع مطش الاهلي يعني الزمالك النهاردة يعتبر خسر المطش وده منطقي جدا انت لما بتنساحب عن المطش اقل حاجة انت تتوقعها هي انك تبقى خسرت المطش طيب ده بالنسبة لموقف اتحاد الكورة او ده اللي احنا مستنيينه من اتحاد الكورة او المتوقعينه من اتحاد الكورة طيب ايه الموقف بقى بالنسبة للزمالك؟ الزمالك شايف وده بناء على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان لا انا مروحتش المطش مش عشان انا منساحب انا برفض اعتباري منساحب انا حاولت اروح المطش لكن الطريق هو اللي وقفني المطر هو اللي وقفني انا حاولت مرة ما قررتش ان ارجع النادي غير لما خلاص لقيت يقست في ان انا اوصل استاد القاهرة في المعادل المزبوط طيب ايه اللي ممكن يعتمد عليه نادي الزمالك في كده انه هو فعلا اتحرب بالاوتوبيس وان الاوتوبيس اتعطل على كبر اكتوبر وان احنا فضلنا كتير قوي في الطريق زينا زي الاهلي برضو اللي فضل كتير في الطريق وزي طاقم التحكيم اللي فضل كتير في الطريق هم وصروا انا ما وصلتش طيب الامن بقى نفسه بيقول لا انا فضيت الطريق لنادي الزمالك وان نادي الزمالك كان يقدر يوصل ملعب المباراة لو هو كان عايز يوصل لملعب المباراة لكن نادي الزمالك بكامل اردته اختار ان هو يرجع على ميت عقبة على مقر نادي الزمالك وما يكملش الطريق لستاد القاهرة فبالتالي هنا يحorisierto ان خلاف جديد سيتجدد أويه خلاف جديد سيحدث بس يعني بما ان فيه خلاف قبل ankles فالخلاف ده سيتجدد بقى الخلاف الجديد ان جلل الانضباط ستأخد قرارات ونادي الزمالك سيكون فقط رافض القرارات دى ففنادي مالك هاء بقى حيكمل في الانسحاب من الادورة ولا نادي ذو مالك سيكرر ان هو يتظلم ضد القرارات دى ويكمل مشوار الدور بشكل عادي ده اللي احنا مستنينه يحصل في الفترة الجاية لكن في النهاية لما حنيجي بقى نقيم الموضوع ككل يعني كان ايه لازمته يعني كان ايه لازمت انه كل ده يحصل فلنفترض ان ازا مالك انرهار ده كان راح بالفريق التاني وعناصر زي محمد عواد او زي صبحي او زي جنش او زي محمد عبدالغاني وزي احمد عيد وزي محمد حسن وزي مصطفى فاتحي وزي كاسونجو وزي عمر السعيد لعبة هي المطش ضد الاهلي وخسرت يعني انا اقول ان في اسوأ الاحلاوال خسرت مع ان عادي جدا الاسماء دي كلها اسماء كبيرة رغم انها ما بتلعبش اساسية مع نادي الزمالك لكن اسماء كبيرة كانت تقدر تلعب ضد الاهلي وتلعب عادي جدا على التعادل او الفوز يعني مفيش ايه الرياضة كده فلنفترض انها كانت خسرت يعني اللي هو اسوأ الاحوال انها خسرت كان ايه اللي ممكن يدايق جمهور الزمالك ولا حاجة بالعكس اعتقد انه جمهور الزمالك نفسه يبقى بالنسبة له متقبل احنا عندنا مطش اهم ضد الترجي فالطبيعي ان احنا النهاردة بنريح لعبتنا خسرنا المطش كده ولا كده احنا مش منافسين على الدوري احنا هدفنا بتأهل لدوري ابطال افريكا يعني هدفنا نخلص الدوري في المركز التاني مفيش مشكلة احنا خسرنا بالصف التاني وجهزناهم لمطش الترجي لو الامور استدعت مشاركة حد فيهم في مطش الترجي ينزل الازمة لكن الحقيقة ان اللي حصل النهاردة اكيد مش مرضي لجمهور الاهل بطبيعة الحال ولا الجمهور الزمالك يعني الجمهور الزمالك بالنسبة له هو مخسرش ثلاث نقط لان انت لو كنت خسرت المطش كنت هتخسر ثلاث نقط وخلص وخلصت على كده ولا فيه بقى عقوبات ولا فيه تهديد بسحب او بخصم نقاط ولا بسحب بطولات ولا الكلام اللي بتقوله لاي حدق خلاص انت كنت خلصت الموضوع وكنت بقى حاولت تجيب تلات نقط تجيب نقطة خسرت مش قضية بس في النهاية كنت لعبت المطش ده يعني كان هيبقى عادي المطش زي اي مطش في الدوري مفيش مشكلة خالص انت عندك هدف وهو ان انت بتجهز نفسك لمطش الترجي يوم الجمعة لكن اللي حاصل دلوقتي ان الزمالك حيفضل 8 ايام من مطش السوبر يوم 20 لحد مطش الترجي يوم 28 مالعبش مطش واي حد يعني متابع كورة ولعب كورة عارف كويس قوي ان الفترة دي كبيرة جدا على اي رياضي ان هو يبقى بعيد عن المشاركات يعني انا مش فاهم مين محتاج راحة اكتر من اسبوع علشان يستعد المطش يعني مش فاهمها يعني قايمة الناي دي بيبقى فيها 30 لعيب علشان المواقف اللي زي دي لما يبقى عندك اصابات تبدل لما يبقى عندك ايقافات تبدل لما يبقى عندك مطشات متلحمة يبقى تقدر تشرك في تشكيل وتقدر تشرك في ده تشكيل والحقيقة ان كارترون كان مميز في ده يعني اللي متابع كارترون ومشجع نادي الزمالك عارف ان كارترون كان بيشرك بعض العناصر في مطشات الدوري وتشكيله الاساسي كان بيلعب به دوري ابطال افراكية لان هو الاهم بالنسبة له عنده دوري ابطال افراكية ففكرة ان انت مريح 8 ايام دي انا شايف انها كتيرة يعني ليه الزمالك يريح 8 ايام وليز الاهل يريح 9 ايام كتير فعلا يعني اعتقد ان لو ما كانش فيه مطش اهل وزمالك في الفترة دي كانوا الفريتين لعبوا مطشين وديين يعني اكيد ما فيش مدرب حيفضل قاعد كل يوم في تدريبات لمدة 8 ايام او 9 ايام يعني ده حتى مملي بالنسبة للعيد وفي الظروف العادية الاهل وزمالك بلعبوا مطشات وديين لما بيكون الوضع شبه ان انت تقعد فترة شبه دي مريح فلما حنيجي نقيم الموضوع ككل الحقيقة ولا الزمالك استفاد ولا الاهل استفاد الاهل راح الملعب عمل اللي عليه وكان موجود في الملعب لكن الزمالك الحقيقة هو اللي اختار انه هو مايروحش الملعب ليه وجهة نظر احنا زي ما بنقول لكم احنا بنقيم مع بعض كده الله اعلم في المستقبل ممكن الزمالك يثبت ان وجهة نظره كانت صحيحة ان كان عنده حق في اللي حصل وانه هو يعني زي ما قال المستشار مرتضى منصور ان هو مش هيتعاقب ولا تخصم منه اي نقط جايز بس حتى لو يعني لو الزمالك ما تعاقبش او ما تخصمش منه اي نقط هو ايه برضو الحكمة في ان الزمالك ملعبش النهاردة يعني مش مش واضح لا يعني حتى لو زي احنا كنا دلوقتي بنتناقش ان لو الزمالك حتى خسر كان ايه المشكلة مفيش حاجة الزمالك مركز على مطش الترجي الجاي وبالنسبة له التلت نقط دول ما كانوش هيبه مهمين فتخيل انت علشان تلت نقط او العند بسبب تلت نقط ممكن تخسر ستة ممكن تخسر تسعة ممكن تخسر اتناشر لو اعلم واللي باين ان البرامدز ماشي كويس وان الماولين ماشي كويس وان الاتحاد ماشي كويس فليه ممكن تغامر بان انت تخسر كرسي وصلك لدور يا ابطال افريقيا مش مفهومة الحقيقة عمتا هو يعني لحد ما دخلنا اللايف كان هو ده كل اللي حصل مفيش حاجة لسه يمكن هتحصل النهاردة عكس او اكتر من اللي احنا قلناه الايام الجاية حيبان فيها اكتر موقف الزمالك وموقف اللجنة الخماسية من العقوبات اللي ممكن توقع على نادي الزمالك والاهلي قرر ان هو ما يبقاش طرف وهو فعلا مش طرف زي ما قال كابتن سيد عبدالحافيز وتصريحاته بعد المتش شكرا جدا لكم عايزين بقى ننهي يوم سخني جدا في الكرة المصرية ما تلعبش فيه كورة يعني يوم سخن كانش فيه اي كورة خالص تصباها الاخير 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 اشتركوا في القناة